سهلا بخير وأهلا وسهلا بكل أهلوية من النهاردة من النهاردة بدأنا ومحدش هيقدر يوقفنا النهاردة الأهلي بيرجع مرة تانية للتدريبات استعدادا بقى لخلاص أيام وليلة جدا بتفصيلنا عن بداية الموسم والحقيقة بمناسبة بداية الموسم أنا نهاردة حابب أبدأ الحلقة برسالة الجماهير نادي الأهلي وقبل ما أبتدي رسالة أو أقول إيه هي الرسالة مهمة جدا أنا بفرق الحقيقة أنا بفصل بالنسبة لي الجمهور نوعين إما مشجع عادي وده اللي دايما فرحان مع الفرحة زعلان وقت الخسارة بيهجم ويكسر ويهد المعبد على اللي فيه وده لسه يمكن تقدر تقول بيمر بمرحلة مراخة كروية ما فهمش يعني إيه كلمة جمهور أو كلمة عاشق أو كلمة منتامي للنادي الأهلي طول عمرنا طول عمرنا ما بنشجعش أسماء ما بنشجعش إدارات بنشجع حاجة اسمها النادي الأهلي وبنقف معه دايما على الحلوة وعالمر أسماء عظيمة جدا تولت المسؤولية عبدو صلاح الوحش صلاح سليم حسن حمدي محمود طاهر وصولا لكابتن محمود الخطيب ومن قبلهم طبعا أنا بقول على سبيل المثال مش على سبيل حصف وعلى سبيل الناس اللي أنا عشتهم وشفت الأهلي بيكبر معهم واسمه الأهلي بيكبر معهم وعن النجوم اللي لبس تيشرت النادي الأهلي واللي حبناهم وشناهم وزعلنا وتأثرنا وحزننا يوم ما قررنا هم ما يبعدوا عن المستطيل أخدر حدث ولا حرج أهم وأعظم الأسماء اللي جات في تاريخ الكرة المصرية لبس تيشرت النادي الأهلي وما توقفش حبنا ولا انتماءنا ولا مسندتنا ولا دعمنا للأهلي في لحظات الشدة قبل لحظات الفرحة والفوز والنصر في لحظة من لحظات فهنا الحقيقة أنا بقول وابتدي حلقة النهاردة وابتدي رسالتي بقول أنه للضغط حدود مهم جدا الرسالة دي توصل أرجوكم وأنا بكلم هنا الجمهور العاشق والمنتمي واللي بيحب النادي الأهلي وقف في ظهره على طول الخط احذر فإنه يتم شحنك أنا بقول لحقيقة وإحنا لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم يعني لسه ما لعبناش أول ماتش في الموس مهم جدا تبقى الأمور واضحة والحدود والفواصل أوضح مين بيحاسب مين يعني في زمن السوشيال ميديا لازم حضرتك تسأل نفسك مين بيحاسب مين لما نيجي نتكلم على الأصوات أو الناس اللي بتهجم النادي الأهلي عمال على بطال لازم نفهم كويس قوي هم مين لأن هم في النهاية مش طرف واحد هم أطراف متعددة بتحركهم أهداف ومصالح مختلفة يعني لما يحصل ده من أندية أو من أصوات بتمثل أندية منافسة ممكن يبقى طبيعي وأنا شخصيا ما لقش ولا خف منه على جمهور النادي الأهلي مفهوم إيه ده وفعه مفهوم إيه أهدافه وتأثيره تقريبا بالنسبة لنا بيكون شبه من عادة لما يحصل ده من أصوات كانت في يوم الأيام بتنتمي للنادي الأهلي وبتمثل النادي الأهلي وعرف قيمة النادي الأهلي فممكن بالنسبة لي أنا ومن وجهة نظري تبقى الحسابات اختلفت ليهم منطقهم وليهم أسبابهم وليهم دوافعهم في النهاية دي حاجة تتحسب عليهم ما تحسبش ليهم وفي النهاية الأهلي عمره ما هيتقصر الأهلي بيكبر يمكن هم اللي أسمعهم تتراجع يمكن هم اللي رصيدهم يقل لكن في النهاية الناس لها حساباتهم من الواضح جدا أن القصة قصة تصفية حسابات قصة انتقام قصة أن أنا مخدتش جزء أو مكانش لي دور فبالتالي أدور على دور برة ودول برضو ما بقلقاش منهم من اللي بقلق منهم جدا جدا بالزات على السوشال ميديا هي الناس اللي بتدعي أنها بتنتمي لنادي الأهلي الصفحات اللي بتكلم على أنها بتمثل نادي الأهلي أو بتخاطب جمهور نادي الأهلي أو القنوات اللي على يوتيوب اللي بتقول أن احنا أهلوية وبندور على مصطحة الأهلي مين أدى الناس دي الحق في أن هم يحزبوا ويتهموا ويكونوا قضاء ويصدروا أوامر في بعض الأوقات أو يصدروا أحكام في أوقات تانية على النادي الأهلي مين أدى الناس دي الحق أضايا كتير جدا أثرت في الفترة الأخيرة بداية أو ابتدى المسلسل من بداية الفترة اللي كان فيها كلام على تعاقد النادي الأهلي مع مديل فن جديد وصولا ومرورا أو مرورا لأول بأسماء الصفقات وعددها لغاية النهاردة فيه ناس بتهاجم النادي الأهلي أنه عملش الصفقات الكافية اللي تنفع النادي الأهلي قبل ما الموسم يبدأ وده اللي أنا مش قادر أفهمه قبل ما الموسم يبدأ الصفقات الكافية اللي تدعم بها الفريق وصولا حتى القضية يمكن تكون مش يعني مش عايز أقول مش مهمة لكنها في النهاية قضية مش بنفس الحجم اللي يحتمل هذا الكم من الهجوم على عدارة النادي الأهلي وهي صورة عبسية الحقيقة قضية التيشرت على النادي الأهلي الجديدة وشعار النادي الأهلي لهزر على التيشرت الجديدة مش ممكن أبدا تعلمنا كده مش ممكن أبدا تبني موضوع وتبني تحليل الموضوع بناء على تسريب وأنا بقول لحضراتكم كل ما أصير من لغة ومن أخبار في الفترة الأخيرة على كتير من الموضوعات المتبتة بنادي الأهلي غير حقيقة وغير دقيقة والأيام بيننا لكن فكرة أنك أنت تستقبل وأنا هنا بقى بكلم الجمهور فكرة أنك أنت تستقبل أنك تتشحن في حالة غضب أو في حالة توطر أو حالة عدم رضا يا سيدي سميها حالة عدم رضا من قبل ما الموسم يبدأ أعتقد دي حاجة مش هتصب في مصلحتنا بأي حال من الأحوال وفي النهاية دي كورة وارد جدا على فكرة الأهلي مش استعدوا وجاب مدير فني وعمل صفقات وفرقتنا جاهزة وسكوادنا الحمد لله أنا بسوف سكواد الأهلي هو الأفضل على مستوى أفريقي فيه صفقات تانية هتحصل فيه صفقات تانية بس من قبل الصفقات دي ما تحصل أنا بقول لك مين في مصر؟ مين في مصر؟ أو في أفريقيا عنده السكواد اللي موجود في نادي الأهلي فصصناها مرارا وتكرار أنت عندك ثلاث فرق تقدر تلعب بيه ثلاث فرق تقدر تراهن عليه وعندك بداية منطقية جدا خدت فيها فترة راحة اللعيبة كنت محتاجها من ثلاث مواسم عندك فترة إعداد مع مدير فني محترم جدا عنده سيفي محترم قدم كورة كويسة جدا مع أندية ومع منتخبات في بطولات كبيرة مين في مصر؟ مدير فني أجنبي لعب يورو لعب شامبيونز ليج درب في البوندز ليجا درب في سويسرا درب في النمسا مين؟ مين في غير النادي الأهلي في مصر عنده الغزارة العددية دي في كل مركز من المراكز ولسه ما زال الصفقات بقية احنا مش معنى كده أن احنا قفلنا باب الصفقات في صفقات هتتم دلاتي وفي صفقات تانية هتتم في يناير فحالة الشحن المستمرة دي لو استمر أنا بشوف حقيقة أنه ضغط جماهير النادي الأهلي الزايد عن الحد ممكن يكون عامل سلبي جدا وإحنا في بداية الموسم وإحنا مش محتاجين إذا كنا نتكلم كجمهور أو كمشجين مش محتاجين في بداية الموسم غير كل الدعم والمساندة ودوا التجربة حقها جماعة أنتوا ليه تصدروا أحكام مسبقة يعني ليه في حالة ليه الصفقات قليلة وليه في مشاكل على التيشرت وليه الأهلي ما زعش المطشاط وليه 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 كل ده وإحنا لسه نبتدناش نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ المشوار فأرجوكم خلوا دايما الكلمة دي قدام عينيكم وإحنا في بداية الموسم كلامنا بقوله ده في منتغة الأمية للجمهور اللي بجد للجمهور اللي كان بيحدر في المدرجات والأهلي ما بيلعبش على البطولة ومريح الفرعي الأساسي بتاعته والجماهير بتشجع كأن الأهلي بينفس على اللقب هو ده جمهور أدي الأهلي اللي أنا عارفه وده جمهور الأهلي اللي يهمني وهو ده جمهور أهلي اللي أنا بتكلم معاه قبل ما نروح للتفاصيل ونبدأ ندخل في أخبارنا وحلقتنا النهاردة خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ الحلقة طيب لو بصينا لقوائم فرق الدوري الممتاز يعني إحنا معنا مع الأهلي في 17 فريق تعال نشوف من القوائم اللي موجودة دي الفرق اللي بتنفس الأهلي على أهلي مش هقولك كل فرق عندية الدوري يمسك كرع وقلم كده وبص مين عنده فرقتين مش هقولك ثلاث فرق مين عنده فرقتين ينفسه إذا كان فريق بيلعب على بطولة يعني بيلعب على بطولات المحلية وممكن يبقى عنده رغبة إذا كان مثلا فريق زي الزمالك زي بيرميدز زي فيوتشر هيلعبوا في بطولات أفريقية عندهم رغبة في أنهم طبيعي أي نادي يعني عنده سكواد محترم وعنده إقدارة محترمة بتلعب على لقب فأكيد بيرميدز فيوتشر نفسهم في لقب بطولة كاس بطولة دوري أكيد طبعا الأهلي في الزمالك وإحنا مغمضين كده بيلعبوا على كل الألقاب في البطولات اللي هشاركوا فيها بصوا لسكواد الفرق دي الأربع الفرق دول وطلعوا لي منهم فرقتين يقدروا يلعبوا في نفس الوقت مين غير الأهلي ده نمرة واحد نمرة اتنين قبل الموسم وقبل المركاتو ما يحصل أنا قلت هنا في السادسة في نهاية الموسم اللي فات عشان كان كل الناس اللي بتقابلني كله بيتكلم على فكرة الأهلي محتاج فريق جديد الأهلي محتاج 7-8 صفقات الأهلي محتاج صفقات في كل الملاكز ده كل الكلام اللي كان بيتقلي الناس كل ما تقابلني تقول الكلمتين دول أنا قلت هنا على الهواء أنا شايف أنه الأهلي محتاج 3 أو 4 صفقات من العارة التقيل يتحط فيهم ميزانية انتقالات الصيفية تحطهم في 3 أو 4 أسماء بيك كتير بس بشرط أنه الكواليتي بتاحهم ما ينكونش موجودة على مستوى أفريقي عشان الناس هناك بتتكلم على العيبة في مصر كل مع كل احترامي لكل الأسماء اللي ظهرت في الدوري بس تسناء أسم أو اتنين بيك كتير يعني هستسنيهم بره الكلام ده محدش ظهر بمستوى يليق أنه يكون موجود في نادي الأهلي فيه خامات كويسة فيه خامات كويسة فيه العيبة مبشرة فيه العيبة مبشرة لكن أنا بتكلم على أسماء تصنع الفارق لعيب ييجي يعمل إضافة مين؟ في الدوري كله ومبارع أو أول مبارع في حلقة السادسة كان ضيفي طبعا نجم كبير ومدرب قدير حقيقة اسمه عدل طايمة واحد من الكبار نجوم النادي الأهلي واحد من الناس اللي سابوا بصمة وعلامات كتير جدا في الكرة المصرية وراجل متابع وباصص وعنده خبرة كبيرة جدا وبيعجبني في كابتن عدل حقيقة عنيه بعد الهوف ديرنا نتكلم وندهر دي شوية كده وأتمنى أن الرسالة دي كمان توصل كان بيتكلم معاه على أنه الممتاز به فيه جواهر وفيه لعيبة كتير ممكن تكون أفضل من لعيبة بتشارك في بطولة الدوري أو في أندية الدوري الممتاز ورشح لي حقيقة وأتكلم معاه على أنه رشح اثنين أو ثلاث أسماء منهم لعب يعني هو بيشكر فيه جدا بيلعب مدافع وأنا الحقيقة أتمنى أنه الأهل يروح للحتة دي ليه لا؟ ياما نجوم كتير جدا 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 طلعوا من أندية لا هي جماهرية ولا هي أندية بتنفس على بطولة يعني على مدار تاريخ الكرة المصرية أحمد الكاس سلا في أوليمبي أحمد حسن طلع عتقد برضو في المينيا حسين عبدالرطيف طلع في الألومنيوم هشام عبدالرسول طلع في المينيا يعني فيه في أندية الأندية يعني مش أندية الدوري الممتاز ألف الممتاز به وممكن تنزل كمان درجة تانية هتلاقي لعيبة كويسة جد وهتلاقي وفيه على فكرة لعيبة جات من الأندية دي طلعت بقت نجوم ولعبة في منتخب مصر يعني فيه لعيبة جات من الأندية دي أهم نجوم الأهلي في تاريخه فيه كتير من الأسماء تليها جاي من أندية دوري مظليم عسام الحضر جاي دومياط يعني وقال جمعة طبعا غزل المحلة غزل المحلة من الفرق الكويسة يعني بس ما هواش نادي يعني بينفس على بطولات نادي في النهاية بردو تاريخه أقل محلة من الفرق الكبيرة في مصر بس ما هواش نادي بطولات أبو تريكا الترسانة وغيرهم وغيرهم كتير فأتمنى كمان لأنه اللي حصل في المركاتو ده فيه دلالات مش حابب أدخل في تفاصيلها وخصوصا أنا ما عنديش معلومات لكن فيه مؤشرات كده بتقول إنه بقى فيه مغالاء بالذات لما الأهلي بيتكلم المغالاء دي ما بتحصلش شفنا أسماء ترشحت للنادي الأهلي في فترة المفترات وكان فيه مغالاء كبيرة جدا وسمعنا عن مطالب خرافية مش ممكن تبقى منطقية مش ممكن تبقى منطقية من الأندية دي وبعد كده لما الأهلي بعد لقينا الصفقات دي بتتم بمنتهى السهولة ومنتهى اليسر والعيمة دي بتروح أندية تانية بتلاتة مليون طب إزاي وليه وفي النهاية الأهلي ما بيقفش على حد والنادي يعني اللي عمل الموقف ده واللاعب اللي ما تنقلش النادي الأهلي هم الخسرين لأهلي عمره ما هيقف على حد الأهلي ما بيخسرش الأهلي ما بيخسرش على كل أحوال ندخل في موضوعنا وأنه النهاردة يمكن في أخبار العالمي فيه دروس كتير قوي مهم جدا نقف معها ونحاول أن نستوعبها وندخل في تفاصيلها كده ونشوف يعني إيه بالذات لما بتكلم على أنديا كبيرة جدا عندها جمهلية في كل حتة في العالم أنديا زي مانسيستر يونيتد أنديا زي بارشلونة أنديا زي إيسي ميلان أنديا زي مان يونيتد أنديا زي ليفر بول هنتكلم في الدروس دي بس خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي النهاردة بنرجع مرة تانية للتدريبات الأهلي بيرجع مرة تانية يستقل في تدريباته النهاردة استعدادا طبعا للمواجهة المهمة جدا يوم الحد اللي جاي إن شاء الله 9 أكتوبر أربعة بتوقيتنا هنا في القاهرة في مواجهة الاتحاد المنستيري وصيف الدوري التونسي في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا ميستر كولر قرر أن هو الفترة دي يكتفي بالتدريب الصباحي اللقطات اللي حضرتكم بتشوفوها من تمرينة النادي الأهلي النهاردة الصبح كان قبل التمرينة في اجتماع بين ميستر كولر وسيد عبد الحفيز مع لعيبة النادي الأهلي كلموا معهم عن بداية المرحلة الأخيرة للسعداد وبداية مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا وبعد كده انتظم اللعيبة في تدريبات كان في ناحية تركيز على ناحية بدنية كان في كمان بعض التدريبات المتنوعة من ناحية الفنية ويمكن أندرياس ساندويا المدرب الأحمال في الفريق هو القاد اللعيبة في فقرات بدنية متنوعة يعني مع بداية الميران اللي كان النهاردة في ملعب التتش طبعا الأهلي رجع مرة تانية يتمرن في ملعب التتش وخلال الأيام اللي جاية مش هيبقى فيه بقى قصة التدريبة على فترتين هيكتفي الجهاز الفني بتدريب على يعني مرة واحدة أو مرحلة واحدة هتكون الساعة تسعة صباح اليوم كولر يمكن كان مركز النهاردة على تدريبات نوعية يعني ايه يعني فيه تدريبات كانت مخصصة للمدفعين وفيه تدريبات كان بيشتغل عليها المهاجمين وديه يمكن نقطة كانت نتكلم فيها كابتن عادل التدريبات التخصصية بشكل كبير وخصوصا طبعا انه واحدة من ملاحظات ميستر كولر على التلت مطشات طلع مطش بيتروجيت لانه بيتروجيت الاهلي لها فيه مباراة يعني كويسة وكان فيه غزارة تهديفية وكان فيه قدرة كبيرة جدا على كنت تخلق فرص متنوعة برا السندوق من الأجناب من العمق لكن هو يمكن اللي لاحظ أو ملاحظته اللي يمكن تكلم فيها بشكل كبير جدا طلع على الجيش فعشان كده يمكن كان واقف ومهتم جدا بالتفاصيل المتبطة باللمسة الأخير وخليني اقول لكم كمان انه طبعا برسيتاو يعني الحسابات بالنسبة له اعتقد تعقدت بشكل كبير جدا فكرة لحاقه بمباراة الزهاب اعتقد احتمالياتها قلت جدا أو بقت ضعيفة جدا لكن من الولد انه يكون جاهز قبل مطش خد بالك انت كان عندك الموسم من اللي فات غيابات بالجملة يعني سيك من الاصابات اللي حصلت في اخر الموسم انت تقريبا فقط اتنين من اهم العناصر عندك عمار واكرم تعفيق من بداية الموسم او من نص الموسم من يناير تحديدا ويمكن اصابة عمارك يمكن لو اتذكر صح يعني كانت من قبل كده فبالتالي تعضيت الموسم من غير اتنين لعيبة من وبعد كده طبعا حصل فكرة توالي الاصابات بقى برسيتو وطهر وشريف والسولية وقف شواوي الاخره لقيت لما تقريبا كان عندك مستشفى بالكامل في النص السيزن التاني لو بدأنا لو بدأنا لو بدايتنا وانا بشوفها يمكن افضل مش الموسم اللي فات يمكن على مستوى الالقاب هو الاسوأ في اخر تلات مواسم لكن انا بشوف انه بدايتنا كورة كانت الافضل في التلات مواسم مقارنة بالاسوأ اللي فات عندنا كمان فخري طبعا اصيب عنده كده جزعة في الكاحل ويمكن يعني دكتور احمد ابعبلا كانتكلم على اصابته وقال انها بسيطة ان شاء الله هيخضع لبرنامج تأهيلي عشان يكون جاهز مع المشاركة مع الفريق في الموطشات اللي جاي النهاردة نختن اخبارنا فيما يتعلق بالاهلي باجتماع بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وبين اعضاء وبين المسؤولين عن شركة الاهلي سعد شلبي رئيسة او مدير تنفيذ للنادي الاهلي في حضور المهندس عاد للقياه رئيس مجلس ادارة الشركة وخالد عبدالقادر واحمد حسام عضوي مجلس الادارة الاجتماع ده كان عشان يعني يبقى فيه منقشة لكل الترتيبات اللي جاية للمرحلة القادمة اللي هتبتدي فيها شركة الاهلي تقوم بدورها وخلال الاجتماع ده اتكلم فيه كابتن خطيب على ازاي هتكون قالية العمل ازاي هتم التنصيق بين الادارة وبين النادي ازاي هكون فيه تعاون في بعض الملفات المشتركة بين الشركة وبين مجلس ادارة النادي والمهندس عاد للقياه من ناحيته يمكن وطبعا هو رئيس الشركة الاهلي الجديد يمكن طرح في الاجتماع ده او تناقش مع كابتن محمود الخطيب فيه عدد من الملفات المهمة والحيوية اللي ممكن نبدأ فيها او تبدأ فيها الشركة انها تشتغل لانها تحقق فيها انجاز خلال الايام اللي جاية وطبعا ده بالتنصيق مع رئيس النادي والمشرف العام على الكرة وزي ما قلتلكم الاجتماع كان في حضور خلد عبدالقادر واحمد حسام عضوان مجلس الدارة ودكتور سعد شلبي طبعا المدير التنفيذي نروح لأخبار المركاتو الشتوي برا طبعا الناس يبتد بادري فالمركاتو عندهم يمكن بدأ التحضير لي من بادري كل فرقة عرفة هي وقفة فين مشاكلها فين مركز اللي محتاجة دعم وأبرزهم طبعا أبرزهم تشلسي والمان يونيتد اللي في داخلين في حالة صراع قوي جدا على عدد مهم جدا من النجوم بس قبل ما ندخل في تفاصيل المركاتو الشتوي نروح لفاصل ونقابلكم في السادسة لفت نظرنا تصريح لجون بارنز نجم طبعا الكرة الإنجليزية ونجم ليفر بول السابق واحد من أهم الأسماء اللعبت طبعا بيقوم بدور كبير جدا بيساهم في تقلق محمد صلاح هو أشاهد الحقيقة بتقلق في المينيو في الموسم الحالي وخصوصا طبعا مش بس فكرة أنه بيسجل أهداف لكن أنه ليه دور كبير جدا وفيه عنده روح بيحاول دايما يساعد الفريق في مواقف كتير جدا جوة الملعب وخصوصا فيه ماتش برايتن الأخير لتعدل في ليفر بول بنتيجة 3-3 وكان ليه طبعا مساهمة بتسجيل هدفين في المباراة دي لكن الحقيقة وأنا بقى رأى تسريحات جون بيرنز لقيت أنه أو حبيت أن أنا أقف مكان جماهير ليفر بول وأنا عارف أنه في مصر نارد بقى فيه يعني جزء كبير جدا من جمهور الكرة بيشجعوا ليفر بول ما كانش ليهم ليفر بول ده ما عداش علينا في مصر هنا يعني ما تهيليش أنه في لحظة حتى وهو بيفوز ببطولة 2005 وخمسة على حساب الميلان بتهيليش كان ليجو مهور في مصر بدأت جماهيرة ليفر مع تقلق صلاح ومع نجاح صلاح مع ليفر بول فتحي لقب زي شامبينز ليج ولقب بريمير ليج وبالنسبة لنا في مصر ده شيء عظيم جدا لأ فرحة ما بعدها فرحة لعيب مصري حقق شامبينز ليج وحقق البريمير ليج فمن هنا بدأت الجماهير لكن تعالوا نقف للحظة مع مش بس الجماهير ليفر مع جماهير ليفر بول مع جماهير تشلسي مع جماهير اليونايتد اليونايتد يا جماعة اليونايتد ده اللي بيشجع كرة من عشرة وخمسة سنة ما شافش وما يعرفش عن إيه اليونايتد ما شافش ما شافش إيريك كانتنا ما شافش راين جيجز ما شافش بوس كولز ما شافش دافيد بيكا ما شافش رونالدو في البدايات ما شافش وين روني ما شافش يابستام ما شافش ريو فردنين، ما شافش فان درسار، ما شافش دوايت يورك ما شافش فريق يعني كان فريق الأحلام كان مسيطر على كل حاجة في إنجلترا يعني البطولة نمر واحد دايما المان يونيت وفي أوروبا منافس قوي جد وبطل لتشامبينز ليج فريق صرف في العشرة أو خمسة عشر سنة اللي فاتت دي مليارات وجاب أعظم الأسماء في عالم التدريب عشان يحاول يرجع لمنصات التتويج وما زال يعاني ايه هي مشاعر أو حسيس جماهير فريق زي منشستر يونيت واحد من كبار كبار أوروبا واحد من أغنى أغنياء أو أغنى الأندية على مستوى العالم هي مشاعرهم وهم مش بس فاشلين في أن هم يحققوا لقب لكن بيتلقوا الهزائم الهزيمة طول والأخرى والأخيرها طبعا الستة واحد بس لا أنا أسرف معلش ستة واحد دي حاجة يعني الستة تلاتة بس هي ستة برضو يعني هي ستة برضو فريق زي ليفر بول جماهير والسنة اللي فاتت كانت على معاد مع التتويج ببطولة الشامبيونز ليج وبطولة البريمير ليج لغاية لغاية آخر محطتها يعني لغاية الدهياء 75 أو 72 من آخر مباراة في عمر البطولة كان ليفر بول هو البطل كان ليفر بول هو بطل الشامبيونز ليج لكن السيتي قدر يغير ويعد الأوضاع ويفوز باللقب في آخر في المتر الأخير من عمر المسابط هل ده يقصب أنه فشل فشل لجيل ده من ليفر بول فشل ليرجين كلوب فشل لإدارة نادي ليفر بول نفس الموضوع كان في الشامبيونز ليج كان الأفضل وكان الأجدر وكان الأكتر استحقاقا أنه يحقق لقب الشامبيونز ليج على حساب الريال مدريد في لقطة واحدة في غلطة في غلطة سرق الريال هدف وسرق به البطولة اللي أنا بشايف أنها مش من حق ولا يستحقها الكورة بتاعت ريال اللي لعبها في الشامبيونز ليج مش بس قدام ليفر بول قدام ليفر بول وقدام السيتي وقدام الـ THG وقدام تشلسي ما تدلوش الحق أنه يبقى بطل أبطال أوروبا ورغم كده عارف يأكل البطولة إزاي هل ده يصنف من قبل الجماهير لإدارة ليفر بول على أنه فشل لا أبدا المخياس الحقيقي اللي تقيس عليه أنه الناس دي قدمت أفضل ما عندها في الظروف طبيعية ولا لا اليونيتد ينطبق عليه لا تشلسي اللي من موسمين كان بطل أوروبا يترنح ليفر بول اللي كان السنة دي أو السنة اللي فاتت في الموسم الأقير يعني قريب جدا من قمة المجد يترنح مركز تاسع مركز عاشر مش عارف يقوم مش عارف يوقف أنا بكلمك على لعيبة على سكواد من أهم اللعيبة على مستوى العالم كلهم دوليين أليسن بيكر دولي برازيلي فان دايك دولي هولندي ماتيب دولي كاميروني ترينت أليكساندر أرنولد دولي إنجريزي أندي روبرتسون دولي أيرلندي نبي كايتا دولي الكنتارا دولي أنا قلت أيرلندي سكوتلندي بالضبط الكنتارا دولي روبرتسون دولي هندلسون دولي صلاح دولي روفيرمينيو دولي يعني لويس دياس دولي جوتا دولي أتكلمك على منتخب أو فريق كله لعيبة دولية إيز بقى فلوس تعالى مش أقل قيمة تسويقية ودخل على ترانسفر ماركت مش أقل من 2 مليار يورو قيمة لعيبة ليفربول مش أقل من 2 مليار يورو هل ده معناه أنه الإدارة قصرت هل ده معناه أنه الإدارة فشلة قصة وحكاية وحسابات مختلفة تماما فالمقياس أبدا مش بإنت وصلت لإيه لكن المقياس بإنت قدمت إيه حاولت الغاية فين عملت اللي عليك ولا ما عملتوش والنتيجة دايما في آخر السطر صح ولا غلط ما فيش حد بيصدر أحكام ولا يتهم حد بالنجاح أو بالفشل إلا ما يدي التجربة كلها فرصة للحكم عليها بمناسبة يمكن في إطار محولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه تشالسي بينجح الحقيقة في الحصول على توقيع واحد من نجوم الكرة الفرنسية نجم لايبزج الحالي كريستوفر نوكونكو والحقيقة يمكن دي صفقة يمكن تراهن عليها في الفترة اللي جاية في محولة لتصفح الأوضاع وفي صفقتين تانيين الحقيقة بيسعى إليهم المان يونايتد صفقة يمكن حاول أنه يحسمها من البارسة قبل الموسم ما يبتدي فرانكي ديونج طبعا نجم الهولندي اللي بيلعب في سفور بارشلونة وفي إصرار من إدارة اليونايتد بعد طبعا النتائج والهزيمة الأخيرة طبعا أعتقد الهزيمة دي هاتغير كتير قوي من حسبات تنهاج أنه يعمل الصفقة بتاعة فرانكي ديونج في المركاتو الشتوي مش بس فرانكي ديونج لكن عينه كمان عين إدارة منشستر يونايتد على بيلنجهام أنا بيلنجهام ده اتكلمت عليه من سنة من موسمين فاتوا وقلت لكم بيلنجهام مش هيكمل في بروشيا دورتمون بيلنجهام ورقة تقدر تراني عليها مع أي اسم في أوروبا وعلى فكرة مش بس اليونايتد اللي حط عنيها على جود بيلنجهام لكن كمان الريال داخل في الصفقة ويقال أيضا أنه في عدد من الأندية حط عنيها على النجم الإنجليزي جود بيلنجهام نكلم على صفقتين هيكلفهم خزينة أو يعني رصدت ليهم خزينة المان يونايتد 150 مليون يورو ممتوقعين هم يداروا يخلصوا فرينكي ديامج في حدود 60 مليون وجود بيلنجهام في حدود 90 مليون يورو عشان يحاولوا يعملوا استعادة توازن للفريق قبل ما يخرجوا من الموسم بدون أي شيء يذكر فاصل ونستقبل نجمة من النجوم النادي لأهلي السابقين كابتن حمادة مرزوعة هيكون ضيف علينا في السادسة بعد الفاصل مباشرة دايما بحب أنا أتكلم بحسابات الوراء والألم والموسم ده إلى حد كبير مقارنة بالموسم اللي فات أعتقد فيه حاجات كتير جدا أتمنى أو أراعا على أنها هتتطور للأحسن بداية طبعا مقدمات الموسم فكرة أنه يبقى فيه عندك فترة راحة سلبية وفترة إعداد وجهاز فني بيقدر يحضر الموسم بشكل منضبط بشكل طبيعي دي واحدة من المقدمات اللي افتقدناها بشكل كبير جدا في الموسمين الأخيرين الإجهاد مقدرش أقول أنه مش هيكون مؤثر أنا بشوف أنه اللي عايز يوصل يعني لو فريق زي الأهلي عايز يوصل لمنصات التتويج في كل البطولات تبتتكلم تقريبا في حدود 60 أو 65 مباراة هتلعبها الموسم ده لو فعلا زيما الاتحاد بيقول أنه الموسم يخلص في 36 ده معنا أنك أنت هتلعب في كل شهر تقريبا في حدود فالضغط موجود ومن هنا تيجي أهمية لسكواد الربطة عليها إيه من واحدة من حاجات الإيجابية برضو عودة الجمهور واللي بالراهن السنة دي أنه يكون فيه زيادة تدي طعم وشكل اللوم كل الفرق استعدت بشكل كويس وكل الفرق عملت مركاته لا بأس به نتمنى أنه ده يترجم في منافسة قوية جدا على الصدارة بدل من نشوفها على الهروب من قاع جدو للتلتيب يشرفنا النهار ده بداية انطلاقة مشواره في دوري أبطال إفريقيا يوم الحد إن شاء الله قدام الاتحاد المنستيري بداية نشكره على وجوده معنا ونرحب به في أستاذ الساعة أهلا بك كابتن حمد أهلا بك أستاذ أحمد يعني بداية خالين يأخذ منك تقييم كده سريع جدا لشكل البطولة للسنة اللي فاتت وإيه اللي شايفه ممكن يكون إضافة أو نوع من أنواع التطور في مسابقة الدوري الموسم الجديد هو طبعا الموسم اللي فات بالنسبة لنادي أهلي ما كانش موسم سعيد ولكن كان موسم قوي وطبعا زي ما حضركت تفضلت وقلت في بعض العوامل هي أثرت بشكل سلبي على أداء النادي الأهلي وعلى نتائجه خلال الفترة الأخيرة بالذات دي نقطة النقطة التانية إن السنة دي هيبقى الأمر مختلف تماما لأن الفرق كلها جهزت نفسها بشكل كويس حصل انتقالات كبيرة جدا السوق ووسع شوية بعض الفرق هيبقى لها دور كبير جدا خلال السنة دي يعني أنا شايف إن فيه فرقتين هيبقوا مؤسرين جدا خلال الموسم ده ممكن فرقوا في يوتشر لأنهم خادوا خبرات كبيرة وعندهم امكيرات عالية جدا مع البنك الأهلي مع سراميكا فالفرق دي برضو بتدي إضافة كويسة زائد بعض الفرق اللي هي صعدت السنة دوره ممتاز فيش حاجة جماهيري كده كابتن حمدة يعني يعني دي الجمهورية ملهاش نصيب يعني خد بالك الجمهور هو ملح يعني ملح وموت عد كرة القادر هو الحقيقة أن المشكلة الكبيرة اللي بيعاني منها الأندية الشعبية هي الإمكانيات وده اللي بيوقع الأندية الشعبية فيه أندية كبيرة جدا وأسامي كبيرة جدا دلوقتي بيبقاش لها وجود واللي موجود دلوقتي على الساحة أندية شعبية بتعافر وبتعافر بشدة لأن طبعا فيه فروقات كبيرة جدا في الإمكانيات ففيه بعض الأندية الشعبية بتجاري الأمر ده بيحاولوا قدر الإمكان لكن احنا طبعا مهم جدا كما حضرتك قلت ده من أهم الأساسيات اللعبة كرة القدم الجماهير وهي الجماهير هي الأساس السويس المنصورة الأولمبي تانتا الترسانة تانتا دميات شبين شبين بلدية المحل المينيا المينيا كل دول يعني احنا مفتقدينهم جدا يعني بصراحة مش قادر أفهم يعني على العكس مفترض أنه لما النادي يبقى عنده جمهور ويبقى ليه شعبية يبقى عنده قدرة أكتر على أنه يوفر أو يسوق أو يدعم زي ما نشوف في إنجلترا كتا كل الأندية في 18 نادي حتى الفلق اللي بتطلع من شامبيون شي بتلعب في بريميال ليج طلع بجمهور وبشعبية أو بجمهورية هو للأسف احنا خلينا متفقين اللي هي كرة إمكانيات للأسف الشديد الأندية الشعبية ما بتلاقيش حد بيراع الأمر ده أو بيرعى الأمر ده مفترض أن يعني بتتحسب أن الأندية الجمهورية مفترض أنها يبقى لها الدعم الأكبر من ناحية المادية لكن احنا بنشوف دلوقت أن الأندية خلاص بتعتمد على نفسها ما خلاص ما فيش حتة الدعم من الشباب والرياضة خلاص ما بقاتش زي الأول خلاص فالأندية بتعتمد على نفسها لكن معلش تسمح يا كابتن حمد أنا بشوف هنا أنه على القائمين على المنظومة أنه يحاولوا يغيرهم من ده يعني أنت النهار ده مثلا لما بنتكلم على أنه فيه سنة دي استثمار بتروح تدخ فلوس في فأندية جمهورة جدا هل بتعمل نادي شركات تخش بيد دولة الفرنسي ولا نادي شركات تخش بيد دولة الإنجليزي ولا بترعى نادي قائم بالفعل وموجود على الساحة وليه جمهور وبيبقى هنا قصة الرعاية وقصة دخل للإستثمارات ليها حسابات تانية وبالتالي أنت بتحافظ على شكل مسابقة على قوت المنافسة على وجود الجماهير في الملعب وفي نفس الوقت المستثمر بيستفيد من خلال تجربة يعني نكحة هو ده اللي احنا بنطالب به اللي حضراتك بتقوله ده إنه لازم يبقى فيه دعم ومراعاة للأنديات الشعبية عشان يحصل التوازن وعشان يحصل الاستمرارية في الجماهيرات الكبيرة اللي بيتمايز بها الأندية الشعبية فبالتالي هو كرة القدم الأساس بتاعها هو الجماهير فنحنا بنفقد بشكل كبير جدا أنديات تعتمد على الجماهير بتاعتها فبالتالي زي ما حضراتك قلت لازم يقف دعم يعوض النحية المادية بالنسبة للأنديات الشعبية نروح للنسخة اللي جاية النسخة الأخيرة كان المنافسة فيها أكتر على الهروب من القاع أكتر منها منافسة على تحقيق اللقف في القمة المعادلة دي تتوقع أنها تستمر ولا الأوضاع تختلف في المسلم اللي جاي لا هتختلف الأمر هيختلف وهيبقى واضح جدا السنة الجاية إن شاء الله هيبقى واضح جدا الفرق اللي هي هتبقى قريبة أو من الهبوط ليه؟ لأنها زي ما واتفقنا أنها فيه إمكانيات الواضح بقى أن المراكز الأولى اللي عندها إمكانات عالية هيبقى كتير السنة دي فبالتالي هيبقى فيه منافسة والفرق هتبقى فيها قوة كبيرة جدا ومنفسة جديدة جدا فبالتالي المنافسة فعلا هتبقى في المقدمة هتبقى أكتر بعكس السنة اللي فاتت خريطة الأجهزة الفنية اتغيرت بشكل كبير والدور السنة دي يبقى فيه حوالي سبع أو تمن أسماء هنرجحهم معك على الهواء دلوقتي سبع أسماء مدربين أجانب عايزك تكلمني على شكل وفكر المديرين الفنين أو الأجهزة الفنية اللي هتخد المنافسة وخصوصا كمان أنه فيه أسماء كبيرة جدا غايبة لأول مرة عن المشهد في الموسم القادم تعالوا نستعرض معك ومع جمهور السادسة شكل الأجهزة الفنية في الموسم المقر كابتن إهاب جلال بعد تجربة غير مكتملة مش أقول غير ناكحة غير مكتملة مع متخب مصر بيعود لتولي مسؤولية النادي المصري كابتن شوقي غريب بيستمر في مهمة الإنقاذ اللي تولى فيها مسؤولية نادي المقولين وبيكمل معهم من بداية الموسم كابتن علي ماهر واحد من الأسماء اللي يمكن لفتت الأنظار لها في السنوات الأخيرة مستمر مع فيوتشر تاكيزيونياس مستمر أيضا مع بيراميدز جزوالد وفيريرا مستمر مع نادي الزمالك ومارسل كولر إضافة جديدة على الأجهزة الفنية في الدول المصري طبعا بتولى مسؤولية النادي الأهلي خلد جلال مستمر مع البنك الأهلي نونو علميدة مستمر مع فاركو أحمد سامي مع سيراميكا كابتن ربيا سينو أعتقد أنك كانليك تجربة مع كابتن ربيا سينو في بيتروجات كابتن ربيا سينو واحد من المديرين الفنين أنا بسوف الحقيقة أنه رجل ده يعني يعني مشوكة حقه مع أسوان طبعا تجربة جديدة جدا كل التوفيل أسوان ممثل الصعيد أحمد كوشري أحمد كوشري أمبي مع أمبي طارق العشري بيسيب طلعا اللي عمل معهم الحقيقة مسلم ولا أروع السنة اللي فاتت وبيتولى مسؤولية الفنية لإسموحة رضا شحاتها مع الداخلية أحمد أيوب مع أعتقد حرس الحدود وعلي عبد العالم مع طلعا الجيش وعندنا بابا فاسيليو مع المحلة أخوان كارلوس جاريدو مدير الفني السابق طبعا النادي الأهلي بيتعلم مسؤولية الفنية لنادي الإسماعيلي ومانولوفيتش مدير فني زوران مانولوفيتش مدير فني لفريل الاتحاد شايف الخريطة إزاي وهل ممكن نشوف كرة مختلفة عموما يعني بصرف النزع عن منافسة هل ممكن نشوف كرة مختلفة كرة حديثة إقاع مختلف يقربنا من الدوريات السخنة اللي بنعيش يعني عايزة أقول حاجة على الكابتر ربيع سينا أتمنى له إن شاء الله السنة دي يكون نوسم طيب بالنسبة له لأنه أول سنة يمسك في الدور الممتاز الكابتر ربيع له باع كبير جدا في الممتاز به واشتغل فترات طويلة جدا ومع المنتخبات وعلى المنتخبات طبعا أنا أصدع الأندية بيقى الأمر مختلف في المنتخبات وخصويا لما تبقى منتخبات النشئين أصوان على فكرة بالمناسبة عمل مركاته يعني جوهنامي يعني وبالمناسبة كمان فيه اتنين من نجوم الأهلي لأفارقة اللي تقلقوا مع تيشرت النادي الأهلي عندنا مليك إيفونا بسنادي مع أسوان وعندنا أرجايي مع الاتحاد يمكن أرجايي مش هيبدأ الموسم لأنه يعني سموح أنا آسف لكن طبعا أصيب فبالتالي مش هيبدأ الموسم من أوله لكن الاتنين حقيقة هم كانوا أصحاب مشوار نجح مع النادي الأهلي أنا بقول كده على الكابتر الربيع لأنه هو أول موسم يمسك في الدور المتاز وعنده أمكانات عالية جدا كابتر الربيع أنا اشتغلت معاه أول ما ابتدت تدريب من سنة 96 اشتغلنا مع بعض حوالي 6 سنين يعني مدير فني وكنا فيه سناق وعادنا السناق ده السنة اللي فاتت مع بيتروجيت ويمكن الحظ ما حلفناش وكنا ماشيين تاني بفرق حوالي 8 بنت عن الثالث لكن كان فيه توفيق غير عادي الفريق الداخلية فبالتالي هو الصعد لكن أنا شايف أن تجربة الكابتر الربيع ممكن إن شاء الله يكتب لها النجاح لو هم وفروا لإمكانات اللي مفروض تتوفر له لأنه مدرب عنده فكرة عالي جدا ومدرب محترم وملتزم فبالتالي بيتمنانه إن شاء الله التوفيق والنجاح الحاجة الثانية أنه فيه فيه وقوه جديدة يعني أحمد أيوب موجود أحمد كشري برضو ممكن سبق لي كتجربة يعني هم لي يعني لسه ليهم المستقبل فأتمنى إن شاء الله ينجحهم لأن هذه حتى زي ما بكون بندخ دم جديد في تأديل من أبرز الأسماء قبل ما أكلمك على كرة الأسماء اللي موجودة وهل ممكن نشوف كرة لعبة مفتوح كرة هجومية فيه وقت كتير جدا وأنا بتابع مطشاط الدوري حتى أنا ببص طبعا بحكم يعني بالشغلة دلوقتي لازم ببص على كل المطشاط حتى للأهلي مش بيشارك فيها بحيث أنه يعني فيه أوقات كتير جدا الكرة بتبقى أنا آسف ميتة الكرة أو اللعب عقيم ما فيش فيش روح في المباراة أنا بتفرج على أي مباراة في الدولة الإنجليزية مثلا أنا نفسي وأنا بتفرج قاعد بنهج من كتر الإيقاع هل تتوقع أنه هي قصة قصة مدير فني بس ولا كمان قصة إمكانيات لعيبة لا طبعا يعني الأساس زي ما قلت لحضرك أن هي الإمكانيات الإمكانيات بتجيب لك لعيبة كويسة لما يبقى اللعيبة الكويسة دي والكوالت العالي قوي ومعهم مدرب مستوى عالي فالتنين بيظهروا بشكل كبير جدا ومميز جدا لكن للأسف طبعا بيبقى فيه زي خلل يعني بينجيب يعني فيه أوقات معينة بيبقى فيه لعيبة كويسة قوي والمدرب مش على قد مستوى اللعيبة دي وحسن العكس والمدرب بيتظلم مع مجموعة اللعيبة لأنه ما عندهش إمكانات يجيب لعيبة كويسة لكن أنا شايف أن السنة دي الأمر هيبقى مختلف بالنسبة لأغلب الأندية لحوالي 90% لأنه استعدوا كويس قوي الإمكانات كلها توفرت باستثناء بعض الأندية اللي برضو حس أنها ما جابتش اللي هم عايزين فبالتالي دول هيبقوا برضو هيعانوا شوية لكن بشكل عام الدورة هيختلف حتة الأداء اللي حضرك قلت عليه يمكن كان فيه اهتمام بزيادة قوي في موضوع لبناط التجميع لبناط الفرق السنة اللي فاتت كانت أغلبها زي ما حضرك قلت أن أغلبها بتصارع الهبوط الهبوط فبالتالي كان البنت مهم جدا بالنسبة له فما كانش فيه أداء فالأداء ما حدش بيهتم به قوي قد ما بيهتم من أنه يجمع لبناط فبالتالي أثر على المستوى هو أنا ممكن أجمع ابناط من غير أداء أه ممكن أدائي إن أنا أداء دفاعي يعني أنا أنا صارف وجاب أجهزة في النية وعمل صفقات ومركاته عشان أجع أزنق نفسي في النقطة والنقطتين والأهم بس إن أنا منزلش دوري الممتاز به مش دا مش دا في قصور شديد جدا في رؤية والطبوح هو طبعا للأسف شديد دا اللي موجود هو شغال خلال الفترة اللي فاتت حدركت لاحظ إن فيه ماتشات بتبقى يعني صعبة جدا فرقة ما بتروحش للجون لمدة مثلا 40 دقيقة يعني قلب صعوبة وحاجات يعني مش مؤثرة على الجون فبالتالي هو بيقفل فأنت هتشوف الماتش بشكل تاني غير بعكس ماتشات مثلا إنجلترا الدول الإنجليزي يعني أي حد بيهاجم أي حد فرقة صغيرة هتنزل بتهاجم طيب قبل ما أطلع على الفاصل سؤال مين أكتر الأسماء اللفت نظرك عدم وجودها من بداية الموسم أو توليها المسؤولات فريق في الدولة الممتاز كابتن حلمي طولان كابتن طلعت كابتن طلعت يوسف طلعت يوسف دول أبرز اتنين طيب هكمل معاك النقطة دي بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضفنا ونجمينا النهاردة كابتن حمده مرزوق زي ما استعرضنا يمكن قبل الفاصل اللي هتتولى مسؤولات قيادة فرق دولي الممتاز كنت بسأله يمكن قبل الفاصل على أهم أبرز الغيابات الأسماء اللحية ومنها أسماء كبيرة جدا ما تعودناش أنها تكون بعيدة عن المشهد كم أنت بكلم مع كابتن حمده على أهم الأسماء دي وعلى غيابها من وجهة نظرك وإيه سبب في استبعاد أسماء كبيرة من العارة تقيل يعني إنجاز التعبير والله هو بالنسبة للتنين اللي أنا ذكرتهم دول يعني تكلمت على كابتن حلمي طولان قبل الفاصل بالضبط وكابتن طلعت يوسف وكابتن طلعت يوسف الاتنين دول مدرمين مخضرمين جدا ومدرمين كبار وعندهم أخلاقيات وعندهم خبرات عالية جدا في الدور الممتاز يمكن بعض الظروف اللي حصلت مع كابتن حلمي طولان في أمبي هو ده اللي خلاه كده لكن أنا متأكد أنه هو يعني بعد طلعت أربع أسابيع أنا مقاقع الاتنين جدا جدا وكابتن حلمي وكابتن طلعت وكابتن طلعت طبعا وكابتن طلعت ممكن ليه التجربة ما تكتب لاش نجاح مع الإسماعيلي لا مع جونة مع جونة مع جونة مع جونة أنا حسيت أنه زي ما يكون تصرع في حاجة زي كده كابتن طلعت دايما بيحسب الحاجة بشكل كويس ويعجبني جدا تفكيره وأنا بحس أنه يعني مدرم بيحترمه جدا هو كابتن حلمي لكن هو كان التوفيق في حتة الاختيار يعني جونة كان يعني الأمر صعب جدا بالنسبة لها طبعا هو كان متفائل وحسن أن كان ممكن يعمل فيها حاجة لكن ما كانش فيه توفيق فتجروة ما كانش نكحة بالنسبة له لكن أنا متوقع أنه هو كابتن حلمي خلال ثلاثة أربع أسابيع خمسة بالكتير ممكن يتولوا مسؤولية أحد الأندية في أسماء تانية؟ دول أبرزه حسام إيه؟ طبعا الكابتن حسام حسام وعلى فكرة حسام يعني من الناس يعني مفترض أولهم يعني طبعا أنا بس عشان وكان معي أمبارح على فكرة وكان بيلعب فرقة الشمس معنا بسا بيلعب خطير نجم يجيب جوان على طور يعني دايما كل لا حسام في الملعب لا يوجد خلاف عليك لا طبعا كلنا بنتجمع مع بعض وكل المجموعة يعني الروح الحلوة بتاعت النادي الآلي اللي مستمرة سنين طويلة فرقة الشمس يعني حسام حسن أول المدربين اللي يتولوا إن شاء الله بإذن الله فأقرب وقت برضو هو التالت بتاعهم تظلم حسام حسن في قصة المنتخب دي؟ والله أنا شايف أنها ممكن تبقى خير لي أنه كان ممكن يمسك وما ينجحش هو ناجح بشكل كبير جدا مع الأندية لكن ممكن يبقى ليه وقته في عام متخب مصر أشهر من أكتر الأسماء اللي في أكتر من مناسبة اترح اسمه يعني مع كابتن حسام البدلي كان اسم حسام حسن مطروح وبعد ما كابتن حسام رحل قبل ما ييجي كارلوس كيروش كان مطروح واللي ما مجي كارلوس كيروش كان مطروح مع كابتن إيهاب جلال وفي كل المناسبات هو دايما موجود وبقوة بصراحة يعني وهو من أواء المدربين أو من المدربين اللي هما موجودين على الساحة بارزين جدا يعني كابتن حسام خبرة كبيرة جدا وإسم كبير قوي لكن هو دلوقتي بيفضل أن المنتخب موجود في مدرب أجنبي حد أجنبي يا شفك لكن هو أنا أشك أستاذ المنتخب لو اتعرض على مدير فني مصري أني وافق بعد اللي خصل مع إيهاب جلال حد يتولى المسئولية عشان كده أنا قلت ممكن يبقى ده أحسن له أنه ما يبقاش موجود وخصوصا الفترة دي تشتغلت دول لدرجة تانية مع كذا فريق كابتن حماد أخيرهم بيتروجيت ولا قبل بيتروجيت أنا مسكت مدير فني حوالي 18 نادي في الممتزبة 18 نادي خليني منهم قول منهم أنديا مسكتها مثلا ثلاث مرات وهم منكم مرتين طنطا مرتين كفر الشيخ ثلاث مرات يعني فيه فرق مسكتها أكتر من مرة لكن لي بقى كبير جدا في الممتزبة يعني بعد الفترة الأولينية مع الكابتن الربيع ياسي مظلوم الممتزبة كابتن حماد آه جدا طبعا لأن أنا شايف أن بيطلع منها المدربين زي ما بيطلع منها اللعيبة آي لأني لك في اللعيبة خلينا في المدربين آه المدربين لا يعني الخبرات والإمكانات الأوليلة والشغل في ظروف صعبة كل كلام ده بيخلق مدرب يعني أنا فاكر أنا كنت بشتغل في ظروف صعبة جدا أنا وغير من المدربين اللي موجودين دلوقتي في الدولة الممتاز يعني ذكرت يمكن الكابتن الربيع برضو كان نفس الكلام فالدرجة التانية أو الممتاز به لا بيخلق مدرب بشكل كبير جدا لأنه بيشتغل في ظروف صعبة جدا جدا فبالتالي دايما بيتخلق مدرب كويس طب نيجي للعيبة كان ضفي هنا مكان حضرتك من يومين 48 ساعة بالضبط كابتن عدل طايمة طبعا النجم الكبير والاسم الكبير في كورة الخدم وكننا بنتكلم معايا الحقيقة على فكرة المركات والصفقات والمغالاة وأننا بقنا نسمع عن أرقام مش بس أرقام ده أرقام وترانسفر كمان يعني النادي النهاردة بقى يطلب فلوس ويطلب معاها اتنين تلاتة لعيبة في كل صفقة فكان بيكلمني على دولة درجة الممتازبة وكان بيقول لي أن فيه في الممتازبة ده جواهر محتاجة اللي يبص عليها ويكتشفها ورشح لي الحقيقة قال لي أنا بشفت يعني قال لي اسم أو اتنين كده قال لي دول لعيبة كبيرة جدا واتمنى أشوفهم في يعني منهم واحد قال لي أتمنى أشوفهم في النادي الأهل هل فعلا فيك واليتي لعيبة أو لعيبة مش واقدة حظها أو مفيش فرصة أنها تظهر في الممتازبة الممتازبة مليان كنوز من اللعيبة اللي متواجدين على مستوى الأندية كلها وانا يمكن هضرب لحضرك مثل صغير قوي يظهر لك أن الأمر ده سهل ومفترض أن الناس تركز عليه بشكل كبير جدا أنا ورا مسك طنطة 2004-2005 كنت بلعب ميال بحيرة وكان لفت نظر اللعيب كده فبعد ما انتهينا وصعدت بطنطة دوره ممتاز فقلت للرئيس النادي كان أستاذ فازي عريبي ناخد اللعيب ناخد اللعيب ده فقال لي ده يعني قلتوا ده ممكن يبقى من أحسن اللعيب اللي في مصر جيبناه ب60 ألف جنيه لعب السنة السنة اللي بعدها راح بيتروجيت وبعدها في النادي الأهل سيد حمدي نجم كبير جدا ما عادش سنة في النادي طنطة السنة اللي أنا أخدت فيها آخر السنة كان باب لك كبير جدا بيتروجيت ويمن بيتروجيت على الأهل ولعب كسعالم وخد بطولة أفريقيا نفس الكلام خالد الاتحاد خالد هدف خالد هندور الاتحاد السكندري والجونة خالد اسمه هو في النادي الأهلي ورح برضه الشرطة بمليون جنيه وبعدين بعد كده راح الزمالك خالد أمر خالد أمر 17 سنة العادت دوره ممتاز 17 سنة فأنا أصدي أن المواهب موجودة بشكل كبير جدا في الممتاز به بس لازم نستركز وأغلب الأندية اللي موجودة واللي بتصرع عليها الأندية هي أصلا من من أندية صغيرة وأندية يعني برضه مثل مصطفى اللي كان موجود في أمبي مصطفى شالبي هو موجود أصلا كان السنة القبل اللي فاتت موجود في بترون أسيوت وتنقل النقلة دي ولكن الأندية مليانة لكن لازم الناس تركز بشكل كبير جدا وأنا طبعا مع الكابتن عادل طعيمة في حتة اللعيبة المتواجدة والموهوبة في الممتاز به ودايما هي بتبقى متواجدة بعد كده في الدور الممتاز وبشكل كبير جدا وبشكل أفضل لأن عندهم إمكانات عالية ولما بتتوفر لهم الإمكانيات بيظهروا بشكل أحسن كبير تغيير نظام المسابقة من الموسم مش اللي هيبدأ ده اللي بعده يصب في مصلحة البطولة ويصب في مصلحة المنافسة دور المحترفين دور المحترفين بالنسبة للممتاز به أنا مع الرأي ده مع التغيير ده تغيير في صالح الكرة المصرية يمكن فيه بعض الناس أو أغلب الناس مش مع لكن أنا شايف أن ده يعني فيه نوع من الكسل أو من التواكل أنا موجود في الممتاز به خلاص يعني دي خطوة فعلا حتطور الكرة في مصر بشكل كبير كده طيب نيجي للأهلي وبداية مشوار مرسل كولر يوم الحد إن شاء الله بداية مقدمات مرسل كولر بالنسبة لكابتن حمدا مرزوق شايف الراجل إزاي شايف شغل إزاي هل في الفترة دي قدر يقرب يكسب يقرأ ومشي اللعيبة بتاعت النادي الأهلي ويحضر لبداية الموسم أبوص عزيزي أحمد هو البداية بتاعته بداية جيدة جدا بالنسبة لنا أولا هو راجل قافل على الفرقة بشكل كويس قوي ما فيش أي حاجة بتظهر برنامج الإعداد الماتشات الودية النظام والالتزام فارد شخصيته وأسلوبه على الفرقة ده من خلال تواجده في النادي الأهلي ومتابعيتي لكن ما فيش أي حاجة تانية يمكنه هو مركز بشكل كبير جدا والناس بتسنده مجلس الإدارة ولجنة الكرة بتسنده بشكل كبير جدا فالأمر مختلف بالنسبة له أنا شايف أن لا الوضع أحسن بشكل كبير جدا حسبات ماتش بداية السيزن لما يبقى ماتش في بطولة أفريقيا ولما يبقى ماتش في تونس على وجه التحديد مش في أي بلد تاني أو مع أي فريق تاني ولما يبقى ماتش خارج الأرض بتشوفها إزاي كبتا نحن ده بيبقى الأمر صعب شوية بيبقى الأمر صعب شوية يعني هو أصعب لكن اللي بريح بريحنا أنا كمتابع أن برضو نفس الظروف موجودة عند فريق الاتحاد اللي هو التونسي ده لأنه هو الدوري ما بدأش برضو لسه لعب لسه لعب جيم جامد جدا ودي مع بس ودي ودي آه مع ترج ودي آه مع ترج وعشان يستعد للأهلي جاب الترج ما هو الترج نفس الكلام برضو هو برضو مش مستعد فأنا يعني الرؤية بتاعتي إن هو لأ برضو ما استعدش بماتشات رسمية حتى لو هو استعد ولعب مع ماتشات ترج لا هو برضو مش ماتشات رسمية زائد الفرقات إن شاء الله يعني برضو تبقى في صالح النادي الأهلي زائد برضو الفرقات مش يعني مش مسموعة وقات تخوف وتقلق لكن مش بالشكل اللي قلقنا بشكل كبير كان كسبان الترج لغاية ديات صحيح وكان بينافس الترج السنة اللي فاتت يعني هو الترج واخد البطولة بفرق اتنين بونت صحيح بفرق نقطتين صحيح هو ده ما يقللش من استعداده لكن أنا شايف إن إحنا فرصتنا أحسن لأن الأوضاع إن شاء الله يعني هي متساوي يعني هو مش مميز علينا بأنه لعب ماتشات رسمية لأنه ماتشات رسمية بتفرق كتير جدا لما ألعب 3-4 ماتشات غير لما أنا أبقى رايح ده أول ماتش بتاعي رسمي بعد فترة أعداد بعين المدير الفني قائمة الندي الأهلي محتاجتها دائمات إلى حد ما يعني أنا شايف إن محتاجين فرود رئيسي فرود يعني المركز بتاعه وراس حربة بس بس كده أنا شايف ده محتاجين لكن أنا يعني شايف إن الخطوط كلها متواجد فيها لعيبة بعض التدعمات اللي حصلت كنا محتاجينها وموضوع التدعمات أنا على حسب باحتياجنا أنا شايف إن فرقة الندي الأهلي لا يعني متكاملة والأمر بتاع السنة اللي فاتت ده كان لأمور تانية خالص أنا عندي لعيبة عالية جدا أعلى لعيبة على مستوى أفريقيا موجودين عندي بعض التدعمات اللي حصلت بس نقص في سفوف في حتة معينة فالموضوع مش محتاج إن أنا أجيب العيبة كتير من جوه سيبك من من بره يعني من بره أعتقد خلاص إنه بإذن الله بإذن الله بنكلم في ساعات يعني لكن من جوه في حد لفت نظر كابتن حمادة من العيبة يعني خلينا نقول الممتاز ألف مثلا أو الدولي الممتاز مين مين ظهر قوي أو مين نوع قوي في عيون كابتن حمادة الموسم الأخير ده هو يعني اللي كان مميز أوي طب مش تقدر تجيبه لأنه هو يعني مثلا بنتكلم في زيزو ده عمل موسم بنسبة له وموسم استثناء بشراحة يعني بره بره الأهلي والزمالك خلينا بره الأهلي والزمالك والله أنا شايف اللي كان مميز أوي يعني إتجاب اللي هو شدي حسين شدي حسين أنا شايف أنه كان مميز جدا وعنده إمكانات عالية جدا وبالتالي أنت محتاج ده مع الموجود إنما فيش حد لفظ نظري إنه هو ممكن يبقى موجود في النادي الأهلي ويعمل الفرق وهو متواجد في الفرق دي لا أنا يعني مش شايف زائد برضو الحاجة التانية اللي أنا برضو لازم أتكلم فيها حتة كهرباء هيفرق كتير جدا معنا برضو وأنا شايف إن كهرباء بس الكلام ده لو هو اشتغل بقى يعني بغير الشغل اللي هو كان قبل كده وأنا شايف إنه برضو هيبقى ملتزم أكثر اتزاما لأنه عاش فترة صعبة جدا جدا بالنسبة له فأنا شايف إنه هو الفترة اللي جاية هيبقى مميز جدا وهيحاول يعوض اللي فاته خلال فترة يعني كهرباء غاب الموسم اللي فات فممكن نعتبره إضافة شاقول صفقة جديدة أنا شايف إضافة كبيرة جدا وحطت تحت برضو بندل إضافة عمار وأكرم عمار وأكرم كأننا جبنا لعيبة جداد لأننا عارفين إمكانياتهم عاملة إزاي فهيفرقوا كتير جدا مع فرقة النادل المتشاط الوداء اللي لعيبها مرس الكولر كانت في عيدتها إيه وهل تقدر تقول إنه من خلال ثلاث متشاط ومعسكر مغلق مدير فني أجنابي يقدر يقرأ ويقيم إمكانيات اللعيبة اللي معاه يقدر يوصل طريقة لعب فكر تاكتك في فترة تحضير ما قبل الموسم ولا القصة دي ممكن تاخد وقت أطول من كده لأي مدير فني مش بس المرس الكولر هو محتاج وقت أطول لكن الوقت اللي هو قضاه هو كافي إلى حد ما يعني هو عمل ثلاث ماتشات تدريجيا بترجت أسوان طلع الجيش فهو برضو من الحاجات اللي أنا احترمت فيه تفكيره يعني هو راجل منظم جدا قدر يعمل الماتشات مع فرق بالتدريج دي أول حاج تاني حاجة أنه قافل على الفرقة فيه شغل بيتعمل فيه حاجات معينة هو بيحفظها للعيبة وده المدرب المميز أنه قافل على نفسه ما بتكلمش خالص لكن يركز مع فرقته وإمكانيات اللعيبة اللي موجودة عنده وامتهاء للفترة اللي فاتت دي قدر أنه يحط إيده على المجموعة اللي هيبتدي بيها خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله أكتر خطوط الأهلي انسجاما من وجهة نظرك وأكتر خطوط الأهلي اللي فيها ممكن مش عايز أقول مشاكل لكن يعني فيها فيها مستوى معين من المنافسة فيها مستوى أو عدد معين من الجازية ممكن يخلي ناس كتير جدا ما تاخدش الفرصة بتاعتها كمان أنا شايف النص ملعب النادي الأهلي دايما هو يعني الترونمتر بتاع الفرقة يعني لما بيقف حالته ما فيش فرقة بتوقف قدام من ناد الأهلي لما بيقف حالته الطبيعية ما فيش حد بيقف قدام من ناد الأهلي دي حاجة الحاجة التانية يمكن القلب الدفاع هو دايما يعني المستوى باش سابت زائد ما فيش سبات في اتنين موجودين أو تلاتة على حسب الشغل فأنا شايف أنه هو ممكن يسبت لأن برضو عدم التثبيت أثر بشكل سلب على المستوى عدم التثبيت ده كان إجباري يعني ما كانش اختياري ما بالزبط يعني برضو هو أثر بشكل سلب لكن السنة دي الأمر مختلف فترة أعداد ما فيش إجهاد أمور كلها مستقرة الاتنين اللي هيبقى متواجدين هيبقوا الأعلى حيركز عليهم رحيل بدر بمنا كان مع حط الدفاع رحيل بدر بنونو هو كان من المدافعين المتميزين يعني الحقيقة مع الأعلى افتقدناه برضو فترة طويلة جدا بدر شايفه مؤسر ولا اللي موجود يقدر يقدي نفس الدول لا أنا شايفه مش مؤسر لأنه خلال الفترة اللي فاتت هو ما كانش متواجد زايد أن أنا يعني بدر لعيب كويس وكان إضافة وكل حاجة لكن مش شايف أنه كان يعني عامل فرق كبير فبالتالي أنا مش شايف اللي هيبقى ليه أي تأثير سلبي عدم وجوده هجوميا الأهل يمكن عنده سنادي أوراق كتير جدا ويمكن ده أكتر خط من خطوط التلاتة هيكون فيه منافسة قوية جدا وكل واحد هيدور على الفرصة يعني ويمسك فيها زا ما بنقول كده بأدي وإسنانه شايف المنافسة دي ازاي ازاي مستر كولر والجهاز الفني يقدر يستوعب الكام الكبير جدا كلهم نجوم الحياة كلهم أسماء كبيرة جدا وأجلبهم حقيقة لعيبة دولية كمان ازاي شايف طبيعة المنافسة ومين الأنسب من وجهة نظرك لأنه يكون موجود كأساسي في بداية المصر أو على الأقل خلينا نقول ماتش الاتحاد المنستيلي أولا هو بالنسبة للمدرب هو واضح أنه هو فرض شخصيته وهيقدر لفترة اللي جاية يتعامل مع النجوم المدرب الناجح والزاكي اللي يقدر يتعامل مع النجوم كتير وإزاي قعد ده وإزاي يلاعد ده بدون أي مشاكل هو ده النجاح بتاع المدرب وشخصيته بتتفرض في الحتة دي ده أولا ثانيا هو اشتغلت مع كان مدرب أجنبي كابتن حماد وأنت لاعب وأنا لاعب اشتغلت مع حوالي أربع مدربين أجانب أجانب الحقيقة كالوتشاي الحقيقة كان فيه مدربين وأنا محترف في قطر أتنين برازيليين فيه أكتر من مدرب اشتغلت معه مين نعمل ده كوائع مين كان الأفضل في الحتة دي من وجهة نظرك كان فيه مدرب أجنبي وأنا في قطر كان برازيلي اتمرنت معاه كان عالي جدا مستوى عالي لكن أنا شايف اللعيب بيقرأ قدرات المدير الفني وممكن يقتنع به أو ما يقتنعش به أه طبعا ولا ما عندوش الرفاهية يعني الاختيار هو مديرك الفني هتشتغل معه شيء تأمع بيت لا قناعة اللعيب بالمدرب ده شيء مهم جدا وأساسي وده بيعكس الحالة اللعيبة وحالة الفرقة بشكل عام لأنه لما يبقى فيه قناعة بالمدرب بتاعي لا أنا بقدي بشكل يعني أعلى بقى فيه ارتباط ما بينه وما بينه بصرف النظر عن اسم النادي النادي آه نادي دكيان وشغل وكل حاجة لكن برضو لما أنا العلاقة نحن نتكلم في طرح علاقة الموجودة من أي جهاز فني أو اللعب لازم تبقى العلاقة طيبة العلاقة متوترة وده شفناها هيأثر هيأثر فمهم جدا العلاقة ما بين المدرب ولا إزاي بقى شخصية خوية وإزاي اللعبة تحبك دي معادلة بينجح فيها المدرب الزاكي اللي عنده قدرات تمام فأنا شايف أن الوضع ماشي كده نرسم سيناريو ماتش الاتحاد ممكن يلا نقول الأول خطة وطريقة لعب وتختار تشكيل ماشي يلا نبتدي بالخطة تلعب بيها يعني أنا شايف أن هي النادي الآلي بيلعب بيها المتالي أربعة أربعة تلاتة واحد هذا الأنسب وده شايف أن هو حتى في المتالي اللمحات كده بيلعب بالطريقة تمام سكن مين على الخطة دي طبعا الشناو هيبقى موجود هيبقى فيه موجود أنا مش عارف أخر هيبقى موجود محمد هاني ممكن محمد هاني تبدأ بيه الماتش ممكن تمام عنده برضو بعض الخبرات طبعا معلول من الشمال القلب تختار مين القلب بقى محير شوي يعني ممكن يكون فيه مش عارف حالة رامي ربيعة عاملة ازاي لكن هو في الماتشات اللي ازاي يعني خلينا نفترض انه كل جاهز ممكن يبقى رامي ربيعة ايوة ومعه محمد عبد المنعم وعبد المنعم تمام عبد المنعم فارق كتير هو ده طبعا رقم واحد اتنين في نص الملعب اتنين في نص الملعب السولية وفتحي السولية وحمدي فتح حمدي فتح تمام الثلاثة موجود برا انه مهم جدا وعلى فكرة ممكن يغير لكن انا شايف انه كان ممكن يفكر مثلا في ثلاثة بدل اربعة ثلاثة اتنين واحد تمام لكن انا شايف انه هيبقى بالاتنين 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 اخترت حمدي والسولية حمدي والسولية مين قدامهم هيبقى موجود قدامهم ممكن افشة افشة هبقى في اليمين مش عارف حالة حسين الشحات عمل ازاي لكنه ممكن يبتد بي اي حسين الشحات وفي الشمال في الشمال مش عارف هيجاثب ويلعب ب حسين سيبك من هو هيعمل اي انت هتعمل اي انت تتخط مين ممكن احمد عبدالئدر احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر وحسين الشاحات ومش هتبدأ ببرونو سابيو لا ولا بكهرب يعني خليهم لأنهم بقلهم بفترة طويلة لما يبقوا موجودين برا وزقهم لأنهم بعد كده هم لا يبقوا موجودين الكهرباء أعتقد مش مقاد أفريقيا وتأكدوني من المعلوم بس يعني عندي الشحات وعندي طهر وعندي عبدالقادر وعندي برونو سافيو وعندي مشهدي حسين وحسام وشريف بس وممكن شريف يبقى قدام محمد شريف وممكن طهر مكان حسين الشحات وممكن طهر تلعب يمين مكان الشحات يعني هيبقى طهر مجدي أفشا أحمد عبدالقادر وممكن يبقى فيه محمد شريف نتمنى التوفيق طبعا إن شاء الله بإذن الله الانطلاقها مهمة جدا لأنها كمان فيها ظهور أول للأهلي بشكله الجديد بقيادة جهاز فني جديد ورسالها لبداية موس امتطم من جباهي النادي الأهلي صحيح معجهة مش سهلة على الإطلاق لكن بشوف أنه الأهلي لو واصل للتوف فورد بتاعته يقدر على أي فريق مش بس في مصر برا مصر في كل مكان وإن شاء الله بإذن الله يكون موسي ناجح وموفق بشكرة كابتن حمد شرفتنا في السادسة أشكركم مع المتابعة بكرة نتقابل حلقة جديدة السادسة تحياتي لحضراتكم